أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعوة الجمعية العامة للإنعقاد يوم الأربعاء القادم بناء على صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف ويشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وكان التحالف صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالفا غير هادف للربح وله شخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبأة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقد أصدر القرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 بإنشاء لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف التي قامت بدعوة المؤسسات المعنية للانضمام له وقامت أيضا بأعداد مشروع لائحة النظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمله بالشكل الذي ينظمه القانون كما قامت بأعداد مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024-2030 لتكون مخرجة عمل اللجنة تحت بصر الجماعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهما اشتركوا في القناة